يومي من حسب الحسابات في الهنابات ولذلك بقول للمواطن العادي هتقول للمواطنين دول مش لا اللي مش لاقي ده وبتاع ده في رقبة الحكومة إلى يوم الدين أنا بتكلم عن الراجل اللي في ايده قرش بيقدر يعيش الحاجة اللي مش محتاجة ما تجيبهاش دلوقتي مالها العربية شغالة قال لي يعني هتقول لعربيات فيش عربيات في السوق بس في ناس عندها عربيات بوفر برايس كتير ما تقصتش دلوقتي أنا مش بقول لك حاجة والله من عندي بيكتبوا للناس بره كده خد بالك من فواتير المية والنور لأن دي حاجة حرام أن انت تدفع حاجة ما خدتهاش تسيب المية شغالة تسيب الكهرباء النور مولعة طول الوقت حرام حرام ما تدفعش حاجة انت ما تاخدهاش زبط نفسك خد بالك الدنيا زنقة فإن شاء الله خيرة عقول مصر تقعد وعلى فكرة الحمد لله إنه بيجروا بسرعة وراء هذا الأمر إن انت حيبع عندك المؤتمر دا شغال على طول ترجمة نانسي قنقر